السلام عليكم يا أطفال اليوم سوف أحكي لكم حكاية قصيرة ومن خلالها سوف نتعرف على حرفنا لليوم هيا بنا لنستمع للقصة لعب كمال وكوثر بالكرة مع كلبهما تعب كمال وكوثر فجلسا على الكرسي وأكلا الكعك وشربا كأسا من الحليب إذن ما هو حرفنا لليوم يا أطفال أحسنتم حرفنا حرف الكاء ما هو كاء أحسنتم وكيف يكتب يا ترى حرف الكاء الطريقة الصحيحة هكذا خط طويل ومن ثم خط على السطر وهمزة بالوسط نرى مرة أخرى ننظر خط طويل فوق السطر وخط آخر على السطر ومن ثم همزة بالوسط أحسنتم إذن يوجد لحرف الكاء كم حركة يا أطفال أحسنتم أربعة حركات يا ترى باللون الأخضر أي حركة؟ أحسنتم فتحة وينطق كأ كأ أحسنتم إذن باللون الأحمر أي حركة؟ أحسنتم كسرة وينطق كي كي وباللون الأزرق أحسنتم ضمة وكيف ينطق كو كو وباللون الأصفر أحسنتم سكون وينطق كأ كأ إذن أربعة حركات فتحة كسرة وضمة وسكون هنا بالفتحة كأكا كأس كأكا كأس بالكسرة كي كي كتاب كي كي كتاب وبالضمة كؤ كؤ كرسي كؤ كؤ كرسي سنتم هنا بالصفحة خمسة وأربعون يوجد حرف الكاء أريد منكم يا أطفال أن نكتب حرف الكاء على السطر بالجدول الموجود أمامكم بالكتاب أحسنت طيب وبالصفحة الأخرى صفحة تتة وأربعون هنا يوجد كلمات تبدأ بحرف الكاء كأكا كرس أريد منكم تكرار الكلمة مرتان وهنا كلمة كرة أريد منكم كتابة الكلمة مرتان وهنا يوجد كلمة كي كتاب أريد منكم كتابتها مرتان طيب ويوجد هنا بالجدول حرف الكاء بالحركات كأكا بالفتحة كؤكو ضمة كيكي كسرة الأشياء ويوجد هنا بالجدول كينة